استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرؤية المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية خلال اجتماع عقده مع المسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن اهتمام الدولة بتطوير هذه المنطقة يعد جزءا من خطتها لإعادة تأهيل كافة المقاصد التاريخية والتراثية مشددا على أن مخطط التطوير يحافظ على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة واطلع مدبولي على المقترحات التي تتضمن وضع مخطط تطوير لدعم حركة السياحة مع إيجاد شبكة محاور خدراء تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات والمسارات السياحية والمقابر التاريخية بالإضافة إلى الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المتداخلة مع تحسين اتصالها بمحاور الحركة الخارجية